بعد ان استحضت ايران على العراق سياسيا واقتصاديا وامنية جاء دورها لتحقيق نفوذها في مجال الثقافة والتعليم من خلال افتتاح اثنتين وستين جامعة ايرانية في العراق متفوقة بذلك على عدد الجامعات الحكومية العراقية البالغ عددها خمسا وثلاثين جامعة فقط لتسيطر طهران على حاضر ومستقبل اجيال العراق التعليمي ثلاث وثلاثون جامعة ايرانية معتمدة من الحكومة في بغداد تعمل حاليا في العراق اضاف لها وزير التعليم العالي الحالي نعيم العبودي القيادي في ميليشيا العصائب والذي يتبع لنظام ولاية الفقيه الايراني عددا اخر ليصل العدد الاجمالي الى اثنتين وستين جامعة ايرانية اكاديميون ومختصون في شؤون التعليم حذروا من خطورة الغزو الثقافي الايراني كمشروع احتلال تنفذه الميليشيات الموالية لايران وبدل ان يتعقد العراق مع الجامعات الرصينة حول العالم لابتعاث الطلبة العراقيين استقدم فروعا لجامعات ايرانية سيئة الصيتة التي لا تمتلك شيئا من معايير الجودة في التعليم وتلك نتائج متوقعة لنظام المحاصصة المعتمد حاليا في العراق موافقة وزارة التعليم العالي الحالية في العراق على افتتاح هذا الكم الكبير من الجامعات الايرانية ينظر باحتلال فكر وثقافة العراقيين وتوجيه تبعية ومستقبل الجيل نحو ايران ترجمة نانسي قنقر